اشتركوا في القناة ويعلموا أن الله مطلعا على أقواله رقيب على أفعاله قائم على كل نفس اللي كسبت وهذا ما قصد الله بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحضروا واعلموا أن الله غفور حليم قال الله تعالى إن الله كان عليكم عقبا وهذا هو الإحسان في العباست التي دعا رسول عليه الصلاة والسلام إليك أعبدوا الله كأنك ثرى فإن لم تكن ثرى فإنه يرىك المحاسب أني خصوص عبد لنفسي ساعة بحاسب شواء نفسه على عملي وما قدمتها فإن وجد خير فإن نحمد الله ونجد الشرف فلا يعلمنا إنه نفسه عملا بنصيحة نبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا عمالكم قبل أن تزنوا عليكم ولكا وردون يسمى وردون محاسب من مع الأسئلة يسألوا أن يسألوا نفسي أصليتوا بخمسة أرسمتوا يومان أرشيش الجنازة المجدى هذا هي أن يسعى المرء لإبعاد نفسه عن الحرام وتدنيتها إلى صالح من العمل ويشغلها في العبادة كما تعلمون أن نفسه أمارة بالسوء وإنما نشغلها بالطاعة لشغلتك بالمعصير وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المغفر له ما تقدم من ذنبي ومن تأخر يشغل نفسه في العبادة فكان يقوم الليل حتى تورمت قدمه ويسألوا عن ذلك تفعل قد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفنه حب أن أكون عبدا شاكورا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر